في كل انتخابات تحشد الأحزاب ومرشحوها شتى الشعارات لتنالى رضا الناخب لكن الملفت هذه المرة أن الحملات الانتخابية لغالبية القوى السياسية غاب عنها ملف ارتفاع الأسعار وتداعيات رفع سعر الصرف على المواطن المتضرر الذي رجح بدوره انتفاع جهات سياسية من لهيب الأسعار في الأسواق شونا تجاه؟ السوق كله تابع للأحزاب المصارف قاطبة هي تابع للأحزاب السياسي هي المتحكمة بالسوق هي اللي مصيطرة على السوق صعد الدولار نزل الدولار صعد كده هم المصيطرين على كل شيء كل شيء بديةهم يعني هم اللي يدول فقر اطلاقا ومم صلحتهم بالعكس استفادهم من هذه الشغلة صعدت الأسعار وصعد الدولار هو ليش أكو سياسي أو أكو سياسي فاسد عدة فلوس بالعراقي بس قل لي أكو واحد منعتهم العراقي يتعامل ما حليتعامل بعراقي يتعامل بالدولار فمن صالحهم يصعد سعر الدولار والسوق يصعد هم أساسا هم الأحزاب هم التجار هم اللي مسيطرين بس العالم ما تعرف شنوه أي مكان بيه حركة بيه شغل بيه فلوس بهذا هم اللي صعد الوراق وهم اللي هجموا الناس الفقرة اللي هسل حد لا نكون ناسا نعرفها والله صمونا ما عدها ويرى مواطنون أن مبدأ تبادل المنفعة يسيطر على العلاقة بين جهات سياسية وحزبية وبين بعض التجار المتحكمين بالأسواق والأسعار فتداعيات رفع سعر صرف الدولار ما زال المواطن يدفع ثمنه باهظا ما يلعبون بالأسعار وزيدوا الدولار أيضا زيادة الدولار هاي كلها تخدمهم حتى بالمصارف لأن أغلب المصارف هاي صارت أهلية فهاي بالمصارف تفيدهم يعني من يشترون الدولار بسعر ويعلى هاي هسل فواجد لهم كلها تنحسب لهم وهي المواد الغلائية ما حاجة يفكر بالشعب كلهم كلهم تابعين الأحزاب ما حاجة يريد يتحرق منهم حتى المواد قاعد تجي تجي من نقطة معينة يعني ما مفتحين نحن على العالم المفروض الآن أبسط شيء أنه يطلعون أنه يعني يا بالمفروض نزل الأسعار نزل الدولار أسوي فد مخترحات جديدة تفيد الشعب ابعادوا هذا الملف عن واجهة البرامج الانتخابية لغالبية الأحزاب وسكوتها عن قرارات البنك المركزي رغم تمثيلها في البرلمان يدل بوضوح على وجود تخادم سياسي نفعي يمنع فتح هذا الملف انتخابيا بحسب مراقبين أنس يوسف قناة الفلوجة بغداد